وبعد نوح منشوف انه الله بيبتدي يحصر الخليقة من خلال عائلة وهذه العائلة انه الله اختار ابراهيم دعا ابراهيم من العراق على الارجح كان عمره سبعين سنة وراح هاجر الى منطقة حران اللي هو منطقة تركية قريبة من جهة سوريا ولما الله دعا من حران كان عمره خمس وسبعين سنة وابتدأ الارتحال بالتوالي يعني وصل الى منطقة نابلس اليوم اللي هي شكيم عند بلطات مورة ومن شكيم وصل الى منطقة تسمى بيت قيل وهناك بنا مذبح للرب وقدم طبعا ذبائح اللي هي ابتدأت فكرة العبادة انه نعبد الله وبعد طبعا بيت قيل ذهب كمل الى بير السبع وكان الارتحال الى مصر لانه كان في قحت كان في مجاعة الرب انقذ ابراهيم من مصر ورجع طبعا الى نفس المنطقة اللي كان ساكن فيها سواء احيانا في الخليل اللي هي حبرون وحيانا في بير السبع وفي فترة في المناطق الكنعانية او مناطق فلسطين القديمة هناك كان بيسكن وابتدأ من العيلة طبعا اسحاق ويعقوب وبعدين الاصباط الاثنى عشر سافروا الى مصر بحسب وعد الرب مكثوا هناك سبعين آسف أربعمية وتلاتين سنة وكان وعد الرب انه يرجعوا الى ارض الموعد الى ارض كنعان وفعلا لما رجعوا الله ابتدى يتعامل مع شعب مش بس فكرة العائلة صار فيه تنظيم اداري سياسي حربي اقتصادي وطبعا اخدوا الشعوب كنعان وامر الشعب القديم بابادة هذه الشعوب بسبب خطاياها الكثيرة وابتدى الرب يعلم عن العبادة الحقيقية لشعب اسرائيل في سفر الخروج تسعتاش وعشرين الله في عهد مع الشعب اعطى الوصايا العشر في خروج عشرين ثم اعطى فكرة بناء مبنى للرب لعبادة الرب ما تسمى خيمة الاجتماع وهناك كان الله يطراء ومجد الرب كان بيظهر وكان يتعامل مع شعب اسرائيل اشتركوا في القناة